مرحباً أصدقاء في فيديو جديد على قناة بيكسا تشانيل معكم إبراهيم بص اليوم عبارة عن أهم الطرق والنصائح لمعرفة هواتف الايفون هل هي أصلية أم مقاللة قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة تضغط على زر لايك فعل زر الجرس لمزيد من الفيديوهات والدروس المفيدة والهم أراكم بعد هذا الانترو مرحباً أصدقاء مرة أخرى ننتقل مباشرةً إلى الطريقة الأولى ندخل على ثم على ثم نختار كما ترون ظهرت لدينا لهذا الجهاز نضغط مطولاً عليه ثم ننسخ السلية النمبر نفتح أي متصفح أنترنت ثم ندخل إلى موقع ايفون وارانتي شك شك تظهر لدينا هذه النافذة نقوم بلسق السلية النمبر هنا ثم نكتب أكواد الكاباتشا ونضغط متابعة كما ترون تظهر لدينا معلومات جهاز الآيفون الخاص بي وهذا معلومات صحيحة الحمد لله كل شيء أصلي وتمام ننتقل مباشرةً إلى الطريقة الثانية ندخل مرة أخرى على الإعدادات ثم جنرال ثم أباوت لاحظوا معي هنا جيداً لكي نعرف هاتف الآيفون خاص بنا هل هو أصلي أو مقلد نقرأ الحرف الأول للمودن نمبر هذا هو المودن نمبر عندما يكون الحرف الأول هو حرف الأم فمعنى ذلك أن الهاتف جديد وأصلي أما إذا كان الحرف الأول في هذا المودن نمبر هو حرف البي فمعنى ذلك أن الهاتف مشترى ومهدى إلى شخص ثاني عبر شركة أبل والتي تتيح ميزة إهداء الزبائن لبعضهم البعض في حين إذا كان الحرف الأول هو حرف الأف فالهاتف معاد تجديده أي أنه كان فيه مشاكل ثم قامت شركة التصنيع بإصلاحه وإعادة بيعه بسعر أقل في حال إذا كان حرف الأن هو الحرف الأول للمودن نمبر معنى ذلك أن الجهاز أو الهاتف مستخدم قام الزبون باستبداله بهاتف جديد لدى الشركة هذه الأخيرة استبدلت رقم المودن نمبر ووضعت حرف الأن على أساس أنه هاتف مستخدم وتعيد بيعه مثال منخفض أما بخصوص طريقة معرفة بلد الصنع أو المنشأ فما علينا سوى أخذ آخر حرفين للمودن نمبر قبل رمز السلاش ثم نخرج تماما من الإعدادات ندخل على متصفح الأنترنت ثم على موقع آيفون ويكي ريجن نكتب اسم الموقع بعد الدخول إلى موقع آيفون ويكي ريجن نجد هذا الجدول خاص باللموز والأكواد والدول المصنعة لهواتف وطابلت الآيفون أما بخصوص رمزي الآيفون الخاص بي هما ذي سي أبحث على الرمزين ها قد وجدته ذي سي بلد المنشأ لهاتف الآيفون الخاص بي هو كندا طبعا كل واحد فيكم لديه رمز خاص به ويرمز إلى بلد منشأ معين أما بخصوص الطريقة الثالثة فندخل هذا الكود نجم دياز سفر ستسة دياز نجد أرقام تسلسلية لإصدار هذا الهاتف ماذا نقوم هنا نحفظ الأرقام الخاصة بالإيمي الإيمي هو رقم تسلسل لإصدار هاتف الآيفون خمسة وتلاتون ينتهي باتنان وستون ثم نقوم بالخروج والدخول على ثم 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 نزل الأسفل نجد رقم الإصدار إي أم إي آي كما حفظنا الرقم خمسة وتلاتون ينتهي باتنان وستون وبالتالي تأكدنا من مطابقة الأرقام ومن أصلية هذا الجهاز أما الطريقة الرابعة أصدقائي نضغط على الزر صوت العلوي ثم السفلي ثم نضغط خمسة عشر تانية متتابعة وننتظر في حالة إطفاء هاتف الآيفون ثم اشتغاله مجدداً معنا ذلك أن الهاتف أصلي ها قد اشتغل مشدداً وبالتالي فإن الهاتف أصلي أما الطريقة السادسة نتأكد من وجود متجر الأب ستور في هاتف الآيفون لأن خلو هذا الهاتف من متجر الأب ستور معنا ذلك أن الهاتف فاك وليس أصلي كما يجب التأكد من وجود تطبيقات الأصلية للهاتف مثل المابس، الويدر، كالندر، بوكس، أند نوتس الطريقة الخامسة نجرب خاصية المتحدث الآلي سيري فويتس نضغط مطولاً على الزر الجانبي ثم نسأله سيري، ما هو الوقت؟ ما ترون؟ أعجابتني هذه القاسية بالوقت؟ أسألها مرة أخرى سيري، ما هو الويدر اليوم؟ أعجابتني عن حالة الطقس اليوم؟ والآن سأمرها بالدخول إلى تطبيق اليوتيوب سيري، أوبن يوتيوب؟ هكذا دخلت لوحدها إلى تطبيق اليوتيوب شكرا، سيري أعجابتني، لا مشكلة إن أردتم أن أعمل لكم درس على هذه القاسية، اكتبوا لي تحت في تعليق الطريقة السابعة والأخيرة، نفتح كاميرا هاتف الآيفون، نتأكد من سرعة أخذ الصور، وتفحصها، والانتقال إلى الفيديو والسلو موشن، إن تأكدنا من سلاسة وسهولة تفحص الكاميرا، فإن الهاتف أصلي، أما إذا كان لدينا تفحص الكاميرا، فإن الهاتف أصلي، أما إذا كان لدينا تفحص الكاميرا، من العكس، ولاحظتم بطء في تحول من الكاميرا إلى الفيديو، أو في أخذ الصور وتصفوحها، فإن الهاتف هو مخلد وفيك، وصلنا أصدقائي إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، لا تنسوا وضع لايك، وتشتركوا في القناة، وتفاعلوا زر الجرس، لرؤية المزيد من الفيديوهات، شكرا على المشاهدة، دومتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة